دكتور عبدالله صباح النور صباح الحب صباح الورود والحب لكم جميعا سيدي أهلا وسهلا يا أهلا فيك لنتكلم عن الحب بالنسبة لورود العمر أطفالنا ما هو الحب بالنسبة للطفل سيدي طبعا سيدي لا أحد يمتلك سلطة على الحب والحب هي عاطفة لا تعترف بالمكان ولا تعترف بالزمان الحب عند الأطفال هو نوع من مشاعر الإعجاب البريء الإعجاب العاطفي ليس العقلاني بالضرورة وهذا الإعجاب يمكن أن يكون بين كلا الجنسين وبين الطفل وشخص أكبر منه عمرا بكل الأحوال إذا نظرنا إلى الحب في مرحلة الطفولة نستطيع تقسيمه إلى مرحلتين زمنيتين المرحلة الأولى ما بين الخامسة والتاسعة والمرحلة الثانية ما بين التاسعة وسن البلوغ الآن في المرحلة الأولى حقيقة تكون نوع من أنواع الاستكشاف هذا الحب ويكون نوع من أنواع الميول الإنسانية البشرية لمعرفة الطرف الآخر وله سببين رئيسيين حقيقة السبب الأول هو فكرة التقليد أو النمذجة حيث يقوم الطفل بتقليد ذوي في المنزل أو يقوم بتقليد الموديلز الذي يراهم عبر شبكات التواصل أو التلفاز أو الدراما والسبب الثاني حقيقة كما قلنا الميول الغريزية لهذا الطفل لاستكشاف العالم الآخر الآن بالمرحلة الثانية التي هي ما بين التاسعة إلى البلوغ هي عبارة عن حالة من الرغبة في الاهتمام والرغبة في لفت الانتباه وبهذه المرحلة عادة تتكون أو تنضج الفكرة العاطفية والجسمانية لدى هذا الطفل أو الطفلة بسبب الآن حالة البلوغ فبالتالي هذا الحب أو حب المراهقة الجزء الثاني يشمل لنقل براءة الطفولة مع عقلانية حب الكبار فهي مرحلتين زمنيتين سيدي نعم ابقى معنا دكتور أبو عاتس لنذهب ونزور بعض المغرومين من الصغار كيف اعترفوا بحبهم موسيقى موسيقى محبه ومحقم موسيقى موسيقى ما بعرف كيف اسرع حدا بيحب التاني وابعدين أنا ما بيتحدثوا وهيك الشبس موسيقى أنا هجل في قتي بس أنا تحبه اشتقت الورا كريم لأنه ما مشوفه لأنه لأ أنا في كورونا إذا حدا بيقلي بحبيت ما نبسط ما فينا خبريك ما فينا ما فينا بس حالك شو اسمك بس هي حلمة زي بتلع إصواره وكدوه بس تحلبه شوفه وحبيته العودة إليك دكتور أبو عتس يعني أخبار الأطفال هكي حلوة ومطرح المطارح بتتسلي من هون خطر عبيلي سؤال إلى أي مدى هذه العلاقات الغرامية في الطفولة قد تكون لعبة بكل بساطة نعم يعني هي دعوة للحب في زمن الكورونا ونأخذ البراءة من الأطفال بكل الأحوال واحد من أسباب حب الطفولة في الفترة الأولى حقيقة هو عبارة عن صداقة وهو عبارة عن تعلق وانجذاب بالطرف الآخر إذا نظرنا إلى التوقعات من هذه العلاقات معظم هذه العلاقات يعني 85% من هذه العلاقات تنتهي ويبقى جزء الآن يمتد كصداقة وجزء الآن يموت ويعود تفعيله بعد فترة من العمر فبالتالي الآن الصداقة تلعب دور حقيقة مهم جدا في هذا الانجذاب الذي يعرف عند الأطفال على أنه مشاعر الحب اتجاه الطرف الآخر نعم نعم لنأخذ بعض تعليقات مشاهدين لو سمحت من تسمي نفسها هدوء الليل تقول غير طريقة الحب اللي بداخل ابني من حب عادي إلى حب صداقة حب أطفال لأن الطفل يكسب مما أعلمه إياه وأزرعه في فكره هنا ننطلق من تعليق هدوء الليل نسأل عن كيفية تعامل الأهل مع هذه العلاقات الغرامية التي يفسح عنها الأطفال ما هي الطريقة المثلة للتعامل مع هذه الأخبار نعم في المرحلة الطفولية الأولى بين الخامسة والتاسعة هناك نقطين أساسيات في التعامل مع هذه المشاعر عند الأطفال حقيقة النقطة الأولى الهدوء النسبي وعدم الآن قمع هذه المشاعر حقيقة وعدم تهميشها لأن هذا يؤدي إلى الفضول لدى الطفل ويؤدي حقيقة إلى التمرد لدى هذا الطفل وعلى المقابل لا يجوز الآن تعظيمها ولا يجوز الآن أخذها على أنها إنجاز عظيم لهذا الطفل لأن هذا الموضوع يؤدي إلى تعزيز السلوك وبالتالي يقوم الطفل بالدخول بالعديد من هذه العلاقات للفت انتباه أهله وهذا الآن الهدوء يفتح المجال للنقطة الثانية المهمة ألا وهي الحوار الهادئ هذا الحوار الآن يتضمن وضع حدود للعلاقة بين الجلسين تعريف المرحلة الزمنية ما هي متطلبات هذه المرحلة كيف الآن حقيقة أن لا نجرم هذه المشاعر لكن ليس وقتها الآن لربما الآن خلال المستقبل نستطيع الآن البحث فيها بطريقة أخرى فبالتالي الحوار الهادئ المرن المتزن من دون قمع ومن دون الآن زيادة إعجاب في هذه المشاعر هي أفضل الطرق الآن في التعامل مع الأطفال في المرحلة الأولى في المرحلة الثانية وهي مرحلة المراهقة حقيقة هذه المرحلة صعبة نوعا ما لمجموعة من الأسباب السبب الأول حقيقة أن هذه المشاعر عادة يحكم عليها بالإعدام يعني لا نستطيع الآن أن نشرع هذه العلاقة وأن تنتهي بالزواج أو الارتباط مثلا والنقطة الثانية أن مرحلة المراهقة تتضمن عنفوان من المشاعر وعنفوان من عدم القدرة على السيطرة على الذات فبالتالي نجد صعوبة كمختصين وكأهالي في التعامل معها حقيقة والنقطة الثالثة يعني القطع الجغرافي ما بين الطرفين أو العزل الجغرافي أحيانا يكون صعب يعني لو نظرنا إلى هذه القصص نجد أن أشهر قصص الحب في التاريخ هي قصة حب بنت الجيران أو قصة حب الأقارب أو قصة حب ما بين تلميذ ومدرسه أو تلميذة ومدرسها فبالتالي الآن الفصل الجغرافي صعب حقيقة لكن كحالة عامة نستطيع وضع مجموعة من الأطر للتعامل مع هذه العلاقات بطريقة علمية بدون الآن نوعا ما أن نؤثر سلبا على الطفل النقطة الأولى يجب إظهار التعاطف إلى هذا الطفل التعاطف هنا يعني أننا نفهم الذي يعانيه هذا الطفل ولا يعني الموافقة حقيقة ولا الرفض يعني نحن نفهم ماذا يقول ونبدي له الفكرة بأننا نستوعب الذي يقوله أو الذي يعاني منه النقطة الثانية نحن دائما موجودون يجب أن نشعر الطفل أو المراهق بأننا دائما موجودون حتى نستمع منه حتى نتناقش ونتحور في هذا الموضوع لأن السماع من المربي أو المختص أفضل من السماع من المصادر الخارجية لأن المعلومة تكون مشوهة في هذه الحالة حقيقة النقطة الثالثة المهمة كذلك يجب أن نتعود أن هذا الحوار هو حوار دائم وستتكرر فيه نفس الأسئلة فهنا يجب أن نوضح لهذا الطفل بأن المشاعر هي حالة لا إرادية لكن العلاقة مع الطرف الآخر هي حالة لا إرادية وبالتالي هذه العلاقات في هذا العمر حقيقة مشاكلها أكثر بكثير من فوائدها نركز على هذه النقطة مع الطفل النقطة الرابعة إذا استصعب الأمر نحاول أن نعزل أو نعمل حالة من البعد الجغرافي بين الأطفال حقيقة والنقطة الأخيرة دائما أن نحاول أن نبني برنامج سايكولوجي اجتماعي داعم لهذا الطفل أو المراهق يعني نركز على مهاراته نحاول أن نعزز من إدراكه لذاته نحاول أن نعزز من ثقته بذاته نحاول أن نشغل وقته عن طريق الأنشطة الأسرية أو العائلية أو ما إلى ذلك هذه العلاقات سيدي تمثل القلب الفارغ يعني هي أول تجارب عاطفية يمر فيها الإنسان عادة لا تنسى لكن ليس بالضرورة أن تستمر لفترة طويلة من عمر الإنسان معظم الدراسات حقيقة عرفت هذه العلاقات على أنها قصيرة ومتوسطة المدى إلا أن هناك حالات تستمر لفترة طويلة من عمر الإنسان هذا يعتمد الآن على التوجيه حقيقة نعم دكتور عبدالله رأينا تعليقا أيضا من أحد مشاهدين يقول الحب في هذا السن خطر إذا ما ازداد هذا السلوك سلوك يمكن لفت الانتباه أو يمكن هناك مشاعر صادقة بالنسبة للطفل ولكنه يبالغ بها ويفتخر بها أنا مغروم بزميلتي في المدرسة أو ببنت الجيران إلى آخره إذا ما أصبح هذا السلوك قويا ونافرا هل تنصح الأهل بأن يبعد هذا الصبي عن هذه الفتاة أو هذه الفتاة عن ذلك الصبي؟ هي واحدة من الأسليب في التعامل مع هذه الحالة لكن أحيانا صعب تطبيقها يعني إذا كانوا بنفس المدرسة أو إذا كانوا بنفس البناية أو إذا كانوا بنفس الحي صعب جدا حقيقة أن نعزل أنا أعتقد أن أفضل طريقة هي الحوار المباشر والهدوء ومحاولة الألفت انتباه هذا الإنسان إلى مناطق أخرى يعني الطفل في هذا العمر لديه اهتمامات متعددة حقيقة نستطيع الآن توجيه البوصلة إلى مجموعة اهتمامات أخرى وبكل الأحوال لا يجب على الأطلاق أن نشوه هذه المشاعر الجميلة الإنسانية نحكم عليها نعم أبدا هذا الموضوع خاطئ نحاول بقدر الإمكان أن نقننها ونخرجها بطريقة مقبولة وكما قلنا بالطفولة الأولى معظمها مشاعر صداقة حقيقة ومشاعر إنجذاب بكل الأحوال وليست مشاعر رومنسية كالمشاعر الموجودة لدى البالغين بكل الأحوال لكن لدى البالغين أيضا يعني أنت قسمت الأعمار من الطفولة يعني السنين الأولى إلى العمر عمر التسع سنوات ومن عمر التسع سنوات إلى سن البلوغ من التسع سنوات إلى البلوغ قد تدخل الميول الجنسية أيضا في هذه العلاقات كيف نوجهها؟ نعم سيدة في هذا العمر كما قلنا هي فترة المراهقة وفترة البلوغ وفترة ظهور الأعضاء الآن الخارجية على الذكر وعلى الأنثى في هذه الحالات نحاول بقدر الإمكان حسب المستوى التفكيري العقلي لدى هذا المراهق أن نتكلم عن هذا الموضوع بطريقة واضحة أن هذه العادات أو هذه الرغبة الجنسية موجودة وهي جزء الآن معرف للإنسان جزء من غرائز الإنسان لكن يجب أن تفرغ بطريقة معينة ونحاول بقدر الإمكان أن نوجه هذا الإنسان إلى أن هذه الميول الجنسية ليست خطأا وليست عيبا وليست مشكلة لكن يجب أن نوجهها بالطريقة الصائبة التربية الجنسية في هذا العمر غاية في الأهمية إذا ما استخدمنا أسلوب القمع والنهي والتهميش وعدم إعطاء الموضوع أهمية سيلجع المراهق إلى مصادر خارجية لاستقاء المعلومة وبالتالي فقدنا القيمة التربوية وفقدنا القيمة الاجتماعية وحقيقة ولدنا إنسان هش قلق غير قادر الآن على المكاشفة والمصارحة مع أفراد أسرته وبالتالي المشاعر الجنسية أمر موجود غريزة موجودة لكن يجب أن نفرغها بالطريقة المقبولة وبالعمر المقبول كذلك سيدي للحب أو الجنس الذي يفترض أن يكون تعبيرا عن الحب بطريقة طبيعية خالية من الخوف أولا نعم الاستشاري في الطب النفسي الدكتور عبدالله أبو عتس كنت معنا مباشرة من عمان شكرا لك